اوكي منبلش بطاق طيع اليقطين بالنص بدنا طبعا انشيل الحشوة او الداخل البزور كلها مننشيلها وهلا بعد ما فضينا القلب منجيب ثانية فرن منحطه علي ورق الزبدة ومنقلب عليها منحط اليقطينة متل ما هي متل ما تكون شايفينها منحطه هونيك مندخل الفرن مدت تقريبا 45 دقيقة على درجة حرارة 200 بينما يستوي اليقطين بالفرن منجيب زبدية منحط فيها السكر الابيض والسكر البني متل ما نكون شايفين ضيفوا الباكينج باودر الملح والطحين متل ما نكون شايفين هاي بنتي صغيرة عبت ساعدني ضيفوا الزيت النباتي والفانيليا والبيض وهلا ما نضيف كل البحارات اللي هي القرفي الرنفول جوز الطيب والزنجبيل ضيفوا هلا بسكويت اللوتوس وخلطوهم بالخلاط وهلا طلعتوا اليقطين للفرن نحنا حنستعمل بس طرف واحد الطرف التاني بتعملوه هلا بنفس الأسلوب بتحطوه بالخلاط لحط ما يصير بوري بعدين بتحطوه بالفريزر في كونتستعملوا مرة تانية بالكيك الجاية وهلا البوري طبع النص اللي قطينا بناخدها ونضيفها لخليط الكيك اشتركوا في القناة وانا هلا قطع الشوكولات والزبيب طبعا انتو حرين اذا بتكون تحطو الشوكولات بس كتير طيبة مع الزبيب فأكيد حطوا الزبيب وهلا عبرش طبقة الفرن بالزيت مشان مايلزق الكيك وهلا صبيت خليط الكيك بطبق الفرن ضفت عليه قطع شوكولات كمان على الوش دخلته على الفرن مدة ساعة على درجة حرارة 175 هذا الكيك بيطلع طري وطعمته كتير طيبة لا تنسوا تعملوا كومنت اذا حبيتوا